موسيقى عاوز اسألك سؤال دكتور عماد طلبة اتكلمنا عن يسوع الكتاب بقول يدعى اسمه عجيبا فهو شخص متميز فريد ايه اللي بيخلي يسوع المسيح متفرد متميز عن سائر البشر انا رح اعطيك هاي الفرصة وبنفس الوقت رح اعطي المشاهد كمان فرصة اذا عندك سؤال او استفسار فيك تفوت على الفيسبوك وتبعت في تساؤلاتك او فيك تتواصل عن طريق الهاتف الكتاب بقول يدعى اسمه عجيبا وفعلا هو عجيب في كل شيء شو اللي بيخليني ادرك انه شخص المسيح اللي انا بتبعه هو بختلف ومتميز عن كل الانبياء وعن كل البشر كتير بختلف قبل ما ادخل بهاي صورة بتساعدنا ونحكي عن الله كثالوس احد الفلاسفة من القرن الماضي اسمه سيئة سلوس كان بيعطي هذه الصورة بجوز سمعت هذه الصورة على الاغلب بيقول نحن في عالم ثلاثة ابعاد ثلاثة ابعاد يعني في طول وعرض وارتفاع لكن تخيل انه في عالم من بعدين يعني طول وعرض لو انت معك مكعب اللي هو ثلاثة ابعاد طول وارتفاع دخل في عالم البعدين عالم البعدين بيشوف المكعب مربع لانه ما عنده قدرة يشوف البعد التالت لو فيه كرة اللي هي الثلاثة ابعاد دخلت في عالم البعدين الكرة بتبين دائرة لانه ما فيه قدرة تشوف ثلاثة ابعاد كم بالحرل الله لو متعدد الابعاد لا نهائي في ابعاده يأتي الى افكارنا واحنا بنقدرش نستقعب كل ما هناك عن الله لكن نتمتع بجانب ثم جانب آخر وفي كل مرة جمال ثم جمال آخر ثم جمال آخر ورفع ونمو وشيء مش معقول بس نقبل هذا الجانب اللي كشفه لنا دارش نشوف كل ما هنالك عن الله اشتركوا في القناة